تأكيدا على عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي التي تربط القوات المسلحة المصرية ونظرائها مع الدول العربية غادر أفراد من القوات البرية والبحرية والجوية إلى دولتي البحرين والإمارات للمشاركة في فعليات التدريبات المشتركة تأكيدا على عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي التي تربط القوات المسلحة المصرية ونظرائها مع الدول العربية الشقيقة وتنسيق الجهود لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة غادرت عناصر من القوات البحرية والجوية والبرية المصرية إلى دولتي البحرين الشقيقة والإمارات العربية المتحدة الشقيقة للمشاركة في فعاليات التدريبات المشتركة حمد 2 وزايد 2 والتي تستمر لعدة أيام بمشاركة قوات التدخل السريع والوحدات الخاصة وعناصر الدعم وتشتمل التدريبات المشتركة على العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم القتالية ونقل وتبادل الخبرات والتدريب بين القوات المشاركة في كافة التخصصات وقد حرست القوات المشاركة على الإعداد والتخطيط الجيد للأنشطة والأهداف التدريبية المخططة وسقل المهارات والتكتيكات للقوات المشاركة بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التدريبات وتبادل الخبرات بين هيئات القيادة لتخطيط وإدارة العمليات وفقا لأحداث النظم التدريبية الحديثة يأتي ذلك في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة بالتعاون مع نظائرها من الدول الشقيقة والصديقة في مختلف التخصصات والتي تساهم في تعزيز أوجه التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وفقا لأحدث التكتيكات وأساليب القتال الحديثة